السلام عليكم البنات نتمنى تكونوا مزيانات هذا الفيديو نهضر فيه على القهوة والحليب الكريمي قبل ما نتطرق الموضوع هذا الفيديو اللي كنت درجه سجلته ولكن ما تسجلش مع هالصوت بغت نشكر كل البنات اللي شاركوا معي في المسابقة وكنتمنى لهم حد سعيد ونعلمكم بلي كانوا مسابقت اخرين ان شاء الله اللي فيهم جوائز قيمة في حال مركات عالمية نتمنى لكم وحده التوفيق ان شاء الله قبل ما نهضر على النوع ان شاء القهوة اللي اختاريت لكم في هذا الفيديو بغت نقول لكم بالبنات بلي القهوة كتحسن مستوى الطاقة كترفع طاقة للجسم وكتقلم الشعور بالتعب حيث كتحتوي على مادة الكافيين اللي كتكون بمثابة منبه للعقل وأعلنت دراسات البنات ان القهوة كتحسن موضوعه في الدماغ في حال الذاكرة والمزاج واليقضاء ومستوى الطاقة وردة الفعل الكافيين كيف ما كتعرفوا البنات هو واحد من المواد الطبيعية اللي اثبتت انها كتساعد على حرق الدهون بنسبة 15% عند الاشخاص تخان و29% عند الاشخاص النحاف تحتوي القهوة البنات على عدة مواد غدائية فكوب واحد من القهوة كيحتوي على الفيتامين ب 2 بنسبة 11% والماغنيزوم والبوتسيوم بنسبة 3% والنيسين بنسبة 10% كما ان القهوة البنات كتحارب سرطان القولون سرطان الكبد وسرطان الجلد وسرطان البوستات وسرطان بيطانة الراحم هنا قدمت لكم واحد نوع القهوة اللي كنتشرب انا اللي هي بغلة كتدير الوحدة كتدير هذي كتخوغو قرب كتخوغو غزالة بزاف لبنات ومنكها ما كتحتاجوش تعملوها في انا بغاية سبيسيال تقدوو تعملوها في غلاية ماحلي بعادي كتحتاجوه واحد المدق الرائع وهائل غزال بزاف ما كتشبعوش منها هذي من المركات اللي انا كناخد بزاف وكنستعمل وما كان قداش نستغناء عليهم ورخيصة كين كذلك زوجتها اللي مع اخوة اللي مع اخوة اللي سنقدم لكم فاخر الفيديو كين غوديفا ولكن غاليا شويش كتدير خمسين نورو الكيلو وكين كذلك كافي لوخ غزالة بزاف ورخيصة كتدير ديك 20 اوغو الكيلو نتمنى البنات انكم تجربوا واحد من الكافي واحدة من الكافي اللي كتكون اغوماتيزي اللي فيها انقو كتعطي واحد المدق هائل والرائع وما غا تستغنى وشعريها وخاصكم تعرفوا البنات اللي شرب القهوة كيقلل وكيمنع وكيحميكم من مرض زهايمر اللي كيقسن الناس الكبار لزاجي مع المدومة كذلك بطبيعة الحلالة شرب القهوة قد اثبتت دراسات البنات ان شرب القهوة كيقلل كذلك من الاصابة بالشلل والرعاش ومن اهم فوئد القهوة يا لبنات انها كتحمي الكابيد من الاصابة بتليف الكابيد اللي كيشرب البعادية الاكواب دي القهوة في اليوم هو اقل عرضة من هذا المرض بنسبة 80% عندها واحد اللي في نيغاتيف شوية اللي هو انها كترفع ضغط الدم عند الناس اللي مرض بدغط الدم ولكن مع المدومة على شرب القهوة فهذا العرض ما كيبقاش وهناي البنات كنت نقدر لكم في الفيديو على واحد الحليب كريم اللي انا كنشربوه وهو زوين وغزال تقدروا تستعملوه سواء مع قهوة كافي اروماتيزي ولا مع قهوة عادية فكي يعطيوا واحد المدقر رائع هنا يقدمت انو عندها فرايخ وفلاخ غزال كايدير 2.50€ تقدروا تاخدو اي ماركة انا هم رخاص تتلقاهم في السيبر مارشي بحال مرجان ولا كارفوخ وتقدور تتلقاهم كدلك في الغران شخفاص وعند اللي كيبيعوا المواد الغذائية فهو غزال بزافة البنات نتمنى انكم تجربوه اه كاعدوا حد ما داق غزال القهوة ونتمنى البنات انكم تدوموا على شرب القهوة لانها كتفيد الجسم ونتمنى لكم نهار مبروك وشوكرا لكل بنات اللي شاركوا في المسابقة ديالي اشتركوا في القناة